هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ترتكز على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين وأشار مدبولي إلى أن مصر منذ اليوم الأول للمواجهات طرحت ضرورة الانتباه للمصاري السياسي نحو حل الدولتين أن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ترتكز على اعتقاد جازم أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى حل الدولتين حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ومن ثم لا بديل إلا إحياء المصاري السياسي نحو حل الدولتين ومنذ اليوم الأول للمواجهات وكل محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد طرحت مصر أننا لابد من التحول الفوري بره أخرى لحل المصاري السياسي ومناقشة والوصول إلى الحل الدائم لإنشاء دولة فلسطين ترجمة نانسي قنقر